مرحبا لما حدا يسألني عن gaming PC واستخداماته بapplications تانية عادة ما بيكون جوابي إذا بنفعله gaming بنفعله أي إشي تاني بس هل بتضروره هالكلام صح؟ أهلا وسهلا فيكو أنا مط Dark Souls اليوم رح يمنع مقارنة ل i7 processor معالج PC و Xeon processor معالج Workstation جهاز شخصي وجهاز عملي أهلا وسهلا بالشباب اليوم عنا فيديو سريع جدا بناء على طلب واحد من الإخوان على قناة كمبوتر طلب أن نعمل مقارنة هل بروسسرات أو CPUs تبعات زيون تنفع للجيمينج ولا لا يا جماعة الخير زيون مصمم بشكل أو بآخر للإخراج المكتب إليه بريميرز شغل أوتوكاد شغل الأمور هالي المهندسين والتقنيين الإخراج بعمل فيديوهات بعملوا games 3D بنهاية المطاف في عنا بروسسر اليوم E5 2637 مقارنة مع i7 5930 تفوق بشكل أو بآخر أول تست موجود عندنا بأربعة دقائق 58 أخرج الكليب بينما اللي هو الزيون بينما على اللي هو الـ i7 بخمس دقائق و 47 ثاني هاي شغلة مفروغ منها وبروسسر حقه 2000-3000 دولار مقارنة مع بروسسر حقه 500-600 دولار بنهاية المطاف هذا كان موجود لغرض والغرض وهو الإخراج المكتبي عنا عدد من التستات اليوم ساين بيش واحد منهن مبدئيا كان فيه عملية الرندرين هون عملية الرندرين تفوق الـ i5930 لأنه فيه 2 cores زيادة مقارنة عن الزيون الـ i5 هذا فيه 6 وهذا فيه 4 فتفوق عليه فيما يتعلق بمسألة الرندرين وهذه مسألة حصل بنشمارك ونصرعناها شوي احنا المسألة هاي ياريت نكون سريعات لها الدرجة النتيجة كانت 1029 نقطة مقارنة مع 608 نقطة شفتنا التست الأول تفوق اللي هو الزيون في الإخراج المكتبي على البريمير بينما بالساين بنشمارك كانت نتيجة للـ i7 الفوز للـ i7 وفيه عنا التست اللي بعديه برضو من ساين بنشمارك اللي هو بتعلق ب الـ Open Gel Rendering هون كانت مفاجأة هون تفوق الزيون استخدمنا نفس كرت الشاشة اللي عملنا بتستينج المرة الماضية لكواردرو كي 4200 تفوق هون ورح نسرع برضو عشان مسألة الوقت رح نسرع الفيديو هون تفوق الزيون هون عن الانتل اللي هو الـ i7 وكانت المفاجأة انه تفوق عليه بتقريباً فريم واحد ولكن من نهاية المطاف بتظل المسألة هون لانه اعتمادنا بشكل أب آخر على الـ GPU أكثر من الـ CPU ولكن من نهاية المطاف رح نشوف بانه فيه games العادية اللي هو لحنا الأشياء اللي منلعبها بشكل يومي والتست اللي موجود عنا احنا اليوم موجودين عنا اللي هو Overwatch الـ i7 أو الـ Enthusiast Grade اللي هو الـ CPU تتفوق بشكل واضح جداً على الزيون بروسيسرز فبالتالي يا جماعة لا تصرفوا فلوسكو على بروسيسرز بألافة دولارات ما أنا عارف أنه ببعضها المستعمل بـ 8 دولار و 14 دولار بس لك تدور على ماذربور لك تدور على رام فنحس بجمع فبنهاية المطاف لا الـ i7 الـ Enthusiast Grade بتظل أفضل بكثير على الـ Gaming من حيث الـ Hyper Threading وبالتعامل على عدة لينز مع الـ GPU وبنهاية المطاف احنا دائماً وابداً يا جماعة الخير بالخلاصة بنحاول قدر الإمكان نعطيكو أفضل خيار عملي موجود إذا عجبكو هذا الفيديو اعملوا سبسكرايب خبروا الشباب عن القناة اعملوا لايك وإحنا بحاجة جداً لدعمك يا شباب وسلام في لقاق قريب اشتركوا في القناة